السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقوى الأخبار المفجعة اللي ممكن نسمعها في الأيام دي هي وفاة الفنان القدير حسن حسني بعد عمر 89 عام والوفاء جد بعد أزمة قلبية مفاجأة توفى بعدها الفنان بعد وصوله للمستشفى بـ 24 ساعة وفي فيديو منتشر للفنان حسن حسني إنه كان فرحان جداً إنه تم تكريمه وهو لسه عايش وانا سعيد أوي فرحان أوي 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 إنهم اللي حقوا يكرموني وانا لسه عايش وفيديو تاني للفنان الراحل لما كان بيرد على شائعات وفاته اللي كانت منتشرة من فترة وطبعاً الفنان حسن حسني عايش يرسم الدحكة على وششنة وبعد وفاته ما حدش هنسى ونيجي بقى للمشاهير اللي عزوا الفنان حسن حسني بغض النظر عن الترتيب أولهم الفنان أثر ياسين اللي كتب تويتا بيقول فيها الله يرحمك يا عم حسن يا جميل يا مبدع يا طيب يا صاحب السيرة الطيبة والفنان صلاح عبد الله بيعبر عن حزن الشديد وبيقول هو أنا مش كلمتك قبل العيد وتطمنت عليك وتطمنتك عليك وحلفتلك أني كنت كويس دلوقتي أنا مش كويس وبحاول أستوعب المفاجر والفنان رمز جلال كتب تويتا ربنا يرحمك يا عم حسن ويدخلك الجنة ويبدل سيئتك حسنان والفنان تامر عشور كتب تويتا اللهم اغفر له بمغفرتك وارحمه برحمتك واجعل مسواه الجنة والفنان أحمد حلمي إن لله وإن إله راجعون ربنا يرحمه والمعلق الرياضي فارس عوض بيقول إن الفنان حسن حسني ظل في مسارته خمسين سنة وإنه كان كبير حتى في أدوار الصغيرة وإنه أحد أهم مع ملكة الفن العرب رحمه الله رحمة واسع وأسكنه فسيح جنات والمخرج عمر الحمود تكلم عن الفنان حسن حسني رحمه الله وأنهى كلامه بدعا الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وغير باقي المشاهير اللي أظهروا حزنهم على وفاة الفنان القدير حسن حسني ومنهم الفنان محمد سعد اللي اتأثر جدا بالوفادي لإنه كان بالنسبة له أب مش مجرد فنان وده طبعا غير تفاعل الناس بالتويتات اللي منزلينها على الفنان وأنه كان فعلا بيرسم الضحك على وشاشه وابتدأ نكون وصلنا لنهاية الفيديو وفضلا لايك للفيديو لو عجبك وربنا يرحم الفنان القدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته